السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي على قناة معلومة مفيدة معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة ممكن لكم ترتيب فرق الدور الإيطالي ونتاج مبريات الأسبوع للثاني والعشرين من الدوري الإيطالي وترتيب هداف الدوري الإيطالي بعد انتهاء أزل الأسبوع اليوم الأحد اثنين اثنين 2020 أبنى بدأ الفيديو يا ريتي الأول مرة يتابعني كالعادة بطلب من حضراتكم اشتراك في القناة بضغط على زر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب ومتابعينا الكرام ارجو منكم اللايك المتين لو عجبك الفيديو سأتعمله قبل او بعد المهم لا تنساش انك تعمله لو عجبك الفيديو خلنا نبدأ اول حاجة بالنتائج بتاعت الأسبوع وهذه كانت على مباراتين السبت والأحد بالنسبة للمبارات السبت أو على طول نقول النتائج بولونيا فازد على بريشة 2-1 كلياري اتعادل مع برما 2-2 ساسولو فاز على روما 4-2 يوفنتوس فاز على فيورنتينا 3-0 واحرز الهدف هنا كريستان روندو في الديئة 40 كريستان روندو في الديئة 81 وماتيا ستيالاخت في الديئة 91 ميلا اتعادل مع هيلاز فيرونا 1-1 اتلانتا اتعادل مع جينوا 2-2 لاتسيو فاز على سبال 5-1 لتشي فاز على تورينو 4-0 والانتر او انتر ناسيول فاز على اودينيزي 2-0 واحرز الهدف روميليو لوكاكو في الديئة 64 والديئة 71 وفادة المباراة واحدة تتلعب بكرا ان شاء الله ولكن دعنا نقول النتائج النهاردة لكي ننجز في الوقت هذه المباراة بين سام بدوريا ونابلو ستتلعب الساعة 10 إلى ربع مساء متوقيت القايرة 11 إلى ربع متوقيت مكة 8 إلى ربع متوقيت جيرنيتش ستتزاعة على بينيس بورتفور ترتيب فرق بعد مباريات اليوم ومباريات أمس بالنسبة لترتيب فرق الدوري الإيطالي شديد فارف في المركز الأول يوفنتوس به 54 ستاتح الانتر في المركز الثاني 51 لاتسيو في المركز الثالث 49 لطولانا في المركز الرابع 39 كالياري في المركز السادس 32 بارما في مركز السابع 32 هلسفيرونا في المركز التاسع 30 بولونيا 80 ب30، نابولي 11 ب27ها تورينو 12 ب27، ساسولو average 30 مع 26 فيورنتين 14 ب25 و دنيافي 15 و 24 سامي دوريا 16 و 20 ليتشي 17 ب19 جينوا Charge 18 ب16 و بيريشيا 19 ترتيب الهدفين بالنسبة للدور الإيطالي بعد نهاية مباريات اليوم بالنسبة لقائمة هداف الدور الإيطالي في المركز الأول شيرو إموبيلي لعب لاتسيو بـ 25 هدف في المركز الثاني كريستيانو رونالدو لعب لوفينتوس بـ 19 هدف بـ 16 هدف في المركز الثالث جواو بدرو لعب كرياري في المركز الرابع بـ 15 هدف جوسيب إليسيتش لعب أتالانتا في المركز الخامس بـ 14 هدف لويس موريال مركز السادس لعب أتالانتا بـ 12 هدف لوتارا مارتنيز لعب الأنتر بـ 11 هدف في المركز السادس في المركز السابع فرانشاسكو كابوتو لعب ساسولو بـ 10 هداف في مركز السابع أيضا إيدن جيكو لعب روما بعشرة أهداف في مركز السامن عندنا ديمونيكو برياري لعب سصولو بتسعة أهداف في مركز التاسع أندريا بيتانجا لعب سبال بتمن أهداف في مركز العاشر أو التاسع أيضا أندريا بيلوتي لعب تورينو بتمن أهداف وأندرياس كورينيلوس لعب بارما بتمن أهداف أيضا في مركز التاسع في مركز العاشر روبين جوزينز لعب أطالنطا بسبعة أهداف ودوفان زاباتا لاعب اتلانتا بسبعة اهداف طيب كان معكم محمد نورد دي من قناة معلومة مفيدة وقدمنا لكم قائمة هداف الدور الايطالي وترتيب الدور الايطالي وكذلك نتائج مباريات السبت والحد من الدور الايطالي بعد نهاية هذه المباريات لو اعجبك الفيديو ما تبخالش علنا بالاشتراك في القناة وضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب واللايك المتابعين والمتابعين الكرام ونراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته